نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية توتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأي شركة محمول عاملة في مصر شرط أن يكون رقم الهاتف مسجلا باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها كما أشارت الوزارة إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة حتى الثلاثين من يونيو 2022 وذلك بهدف منع التكتب